تتأرجح الخطط الأمريكية في العراق بالتوازي مع حالة عدم الاستقرار في البلاد بين انسحاب وإبقاء ظلت إدارة رئيس الأمريكي دونالد ترامب تنقل رأيها حتى جاء بايدن الناقم على سياسة سلفه الصدامية مع إيران ولا يمكن تجاهل العراق حال النظر إلى العلاقة بين واشنطن وطهران استراتيجية الإدارة الجديدة للبيت الأبيض في المنطقة تحدثت عنها شبكة Voice of America فأكدت أن واشنطن ستعيد النظر في قرار ترامب القاضي بسحب أكبر عدد ممكن من قواته في العراق الشبكة نقلت عن نائب السفير الأمريكي في الأمم المتحدة ريتشارد ميلز تعهد بلاده ببقائها كشريك ثابت للعراق وداعم لجهود الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد فضلا عن المساعدة في جهود السيطرة على الميليشيات وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار حروب واشنطن اللانهائية في العراق كما سمتها الشبكة تمثل معضلة بارزة يتوجب على إدارة بايدن معالجتها على يمين الولايات المتحدة ثمت لاعب آخر ينتظر منه التدخل لا سيما أن علاقته ببايدن تبدو دافئة إلى حد ما حلف الناتو يعود للواجهة مجددا بعد الحديث عن خططه لرفع عديد قواته العسكرية المنتشرة في العراق من خمسمائة جندي إلى نحو خمسة آلاف جندي وسبق أن توقع أمين حلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبارغ أن يوافق وزراء الدفاع على توسيع مهمة قواتهم في العراق في خطوة يراها كثيرون تمثل فشلا ذريعا لضغوط بعض الأحزاب والميليشيات لإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإفراغها لإيران الوجود العسكري الأجنبي في العراق تستفيد منه الميليشيات الموالية لإيران فرحيل آخر جنديا سيعني بالضرورة تلاشي دور الميليشيات بتقمص دور المقاومة الوطنية وسقوط ذريعة المقاومة التي يتخذها المقربون من إيران وسيلة لإنجاز مشاريعهم عزم الناتو توسيع مهمته يشير إلى قلق أوروبا بشأن الوضع في العراق فهي لا تريد خسارة نفوذها بالكامل أمام إيران التي أصبحت عقب الاحتلال الأمريكي اللاعب الأكبر في الساحة العراقية